يتحد أسليم ويا إرمز لإثبات براءة أوزان بينما تتمنى جوليدي إنقاذ ابنها تتعلم أن الشركة تحتاج أيضا إلى الخلاص سبتمبر يذهب إلى مقهى لتلبية متبرع الذي سوف يعطيها منحة دراسية في الواقع تم القبض عليه لمحاولته إلقاء اللوم على أوزان عندما يذهب إلى السجن يمسك الشاعر في اللحظة الأخيرة ويقول الحقيقة غير كوري نتيجة اختبار الحمض النووي رازي يقارن إيفيت ويا إرمز تقع العفة في الحب بمجرد أن ترى يا أوشنز ينتقل نيرمين للقاء إل إرميل من خلال المعلومات التي قدمها به إرميت غير مدرك إلى أين هو ذاهد سبتمبر على وشك مقابلة نيرمين سيفعل يا غيز أي شيء للعثور على سبتمبر المختطف أسل إرم وأوزاني يختبئان من الشرطة من ناحية بينما من ناحية أخرى يتابعان الحقيقة رازية محاصرة عندما علمت أن نيرمين قريبة جدا من العثور على ابنتها سبتمبر يتلقى نتيجة اختبار الحمض النووي الصبي من يا إيمز لكن رجال عدنان اختطفوه قبل أن يتمكن من فتح الظرف ومعرفة ذلك سوف يأتي الزيت بعدك في الحقيقة هو سيختطف الشاعر ليس لديه نية لتسليمها إلى الشرطة تم نقل كان إلى المستشفى مصابا بجروح عندما يكتشف الشاعر وأسليم هذا الأمر يرفعان آمالهما لكن إرمو لا يقتل كان المحقق الذي استأجره نيرمين يجد إل إرمل نيرمين غير مدرك أنه سبتمبر إنه سعيد لأنه تم العثور على ابنته يا إرمز مصمم على جعل إل إرمل يقول الحقيقة كوراي الذي يفيد بصبره على عدم قدرة يا إرمز إل إرمل على الانفصال مصمم على إثارة الأمور عندما يتم سحق الشاعر تحت وطأة الجريمة التي ارتكبها سيكون من الجيد في الواقع التواصل معه مصير كان سيؤثر على مصيرهم كذلك عدنان يضغط على إل إرمل بسبب ديونه لإحسان من ناحية أخرى يعاني سبتمبر من ضغط كوراي ويذهب إلى العيادة لإجراء الاختبار لمعرفة من هو الطفل حقا توصلت يا إرمز التي تتبعها إلى استنتاج مفاده أن الطفل قد يكون من نفسها وليس من كوراي بناء على حقيقة أن الإرمل خضع لاختبار الفاتح يحبس الشاعر يعتقد أوزان أن كان اختطف جوليدي وبينما كان يكافح مع كان أطلق إرمول النار على كان من مسافة بعيدة يعتقد الشاعر أنه أطلق النار على كان بنفسه الشاعر يبحث عن طرق لتعويض السليم ومع ذلك ليس لدى أسل إيرم أي فكرة عن مسامحة الشاعر عدنان الذي اعتقل بسبب حادث يا إرمار يحتاج إلى خطط جديدة بينما يعاني يا إرمز من ألم إدارة ظهره لعائلته فإن سبتمبر وعائلته يعطونه ذرعهم وأجنحتهم سبتمبر يقترض من قرش القرب يدفع المال للمستشفى يعيش لديه عملية جراحية العملية ناجحة نتيجة لجهود يا أوشيمز الذي سقط في مطاربة الشخص الذي ضرب يا إرمار تخرج نهاية الحبل إلى عدنان تم القبض على عدنان أمام عيني يا إرمز يهرب كوري يحاول الشاعر أن يجعل الكان يتكلم لكن الفاتح يتدخل في الموقف قبل أن يتمكن من الوصول إلى أي بيانات عن الفاتح بيرشين يعاني من نزيف أوزان يجبر أسليم على دخول السيارة بالقوة سيفتقدها تقترب يا إرمار من الموت كل دقيقة وتحاول سبتمبر معادلة أموال والدها الجراحية من ناحية أخرى يبحث يا أوشيمز عن أثر السيارة الزرقاء التي اصطدمت يا إرمار أوزان يحدد لمعرفة من الذي وضع اللعبة التي تسببت لهم لتفريق مع أسليم تعود ذاكرة جوليدي وتخبر أوزان أن أسليم بريد يجد بيرشين رسالة التي تركها كان على داب سليم يا إرمار في المستشف يقول الطبيب إنه يهدد الحياة هناك حاجة إلى ثلاثمائة ألف ليرة للعملية يقول سبتمبر أنه سوف تجد المال يذهب يا إرمز إلى موقع الحادث ويجد الطفل يا إرمار الذي اشتراه لإيل إرميل ويعطيه إيل إرميل عندما علم أن والده قد غفر له يجد سبتمبر السلام وإن كان مؤقع بينما ينتظر بيرشين بفارغ الصبر إلغاء زفافه مع أوزان يلاحق أوزان ملاحظة غير متوقعة يا إرمار وقال أنه كسب المعركة من أجل الحياة بعد وقوع الحادث كان لديه سوف كوراي الذي تركه في منتصف الشارع تحقيق هدفه بعد أن خسر عدنان القضية قرر أن يقتل يسار الذي لديه ضغينة ضده يعين كوراي لهذا الغرض حتى لو لم يرغب كوراي في ذلك فعليه أن يفعل ما يقوله عدنان يضرب يسار بسيارة كان يترك ملاحظة مجهولة على باب سليم يجد الشاعر هذه المذكرة تفيد بأن الكان آسف جداً أسل أتام بريد لكنه لا يستطيع معرفة من تركها بيرشين مستعد للزواج تشعر جوليدي أن هناك شيئاً غريباً في حقيقة أن بيرشين وأوزان يتزوجان أوزان الذي اهتزته أخبار حمل بيرشين غير مدرك أنه يتم إعداد حفلة في منزلهم بينما يغمر انتصار يا إرمار على عدنان الجميع بفرح تصل الرسالة أخيراً إلى مالكها الحقيقي الفاتح على وشك أن يقرر أنه بحاجة للتخلص من الكام الذي كان يختبئ منذ أيام يخبر كوراي إيل إرمل أن الطفل هو طفله يبدأ الشك في الانخفاض في سبتمبر بفضل دعم يا إرمار يا إرمز فاز في القضية ضد عدنان يتعلم أن سبتمبر يا أوم الساعد تكشف بيرشين أنها حامل لوالدها ووالدتها محاصراً في زاوية يقبل أوزاني أنه يجب عليه الزواج من بيرشين في هذا الوقت في الواقع هو مهتم بجوليدي تعلم أن طفل إيل إيرمل من يا إرمز رازي يضع خططاً جديدة جوليدي تلاحق ما تتذكره قطعة قطعة يبدأ بيرشين في تنفيذ خططه واحدة تلو الأخرى من أجل إقناع أوزان بحملها في الواقع بدأت العمل كجليسة أطفال جوليدي جوليد تحبه كثيراً تحاول بيرشين أن تظهر لأوزاني أنها حامل لكن أوزان التي وجدت اختبار الحمل تعتقد أنه اختبار أسليم وتعتقد أن أسليم حامل رازية بينما كانت ستشرح الوالدين الحقيقيين الإيل إيرمل ويا إرمز في العشاء حيث دعت الجميع علمت أن الإيرمل حملت مني إيرمز قررت أنها يجب أن تجهد الطفل لقد أحببتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات